حين تغيب الحقائق اليقينية وأعظم حقيقة يقينية ينبغي أن يسلم الإنسان بها وينقاد لحكمها الإيمان بالله لا إله إلا هو فإذا ما غابت هذه الحقيقة اليقينية عن واقع الفرد وحياة المجتمعات وسلوكيات الأمم أصبح الناس في شك يلعبون وانظر أنا وأنت كيف بلغ التشكيك في كبريات الحقائق اليقينية مداه؟ أنا لا أقول في صفوفي من لا يشهد أن لا إله إلا الله ولفي صفوف من لم يتربى في أسر يشهد فيها أن لا إله إلا الله ولكني أقول في صفوفي من يسمع وعاش وكبر وترعرع على قول الله لا إله إلا الله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله الشك بدأ يساور النفوس انظر إلى كم الشباب من المسلمين الذين باتوا يشككون فيما لا شك فيه أنت تشكك في أي شيء أفي الله شك فاطر السماوات والأرض تشكك في وجود الله أنت تشك في أي شيء ويقول لك من حقي أن أشك أي حق هذا الذي تتشندق به وأنت ما كان لك حق في الوجود ولا حق في المطق ولا حق في الوقوف ولكن سبحانه شاءت حكمته وجلت قدرته وأرادت مشيئته أن يجعل منك إنسانا تقوم وتقول وتشك وتفكر وتتحدث بما تقول أفي الله شك فاطر السماوات والأرض فحين يصبح الشك ويتخلل الشك ودخان الشك إلى العقول فيظلمها وإلى القلوب فيغشاها بدخان مبين وإلى النفوس وإلى السلوك وإلى العمل وإلى الحياة وإلى الاقتصاد وإلى كل شيء يصبحنا اللعب ديدنا للأمم ومبدأا للأفراد وللمؤسسات فقل لي بالله عليك إذا بات حال الناس في شك يلعبون فماذا تنتظر فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين هذا حالنا المعاصر هذا حال أمم وأفراد وأسر شك يلعبون والحل الدعاء لإله سبحانه وتعالى والتضرع ربنا اكشف عننا العذاب إننا مؤمنون تدبروا في لفظة ربنا الرجوع للحقيقة اليقينية ما هي الحقيقة؟ من كبريات الحقائق اليقينية أن يستقر في ذهن الإنسان وقلبه وعقله ألا ملجأ له من الله إلا إليه أرأيت حين تحيط بك الملمات؟ أرأيت حين تحيق بك الصعوبات والخطوب والشدائد والمحن والمهمات؟ أرأيت حين تكسرك مصاعب وشدائد ومحن وخطوب الدنيا وهمومها؟ ما الذي يجبر كسرك؟ وما الذي يقيل عثرتك؟ وما الذي يحنو عليك؟ ومن الذي يمسح عبرتك؟ إلا الواحد الصمت الذي ربما شككت في وجوده وتجرأت على أن تنطق بهذه الكلمة وتقول اثبت لي وجود الله فمن لم يؤمن به وكان في شك مما هو فيه وبدأ الشك يتسلل في قلبه ونفسه وعقله وترك للشك كل الطرق مفتوحة على مصارعها حتى استبد به الشك فبات يلعب في وقت لا لعب فيه ولا له كيف يكون مصيره؟